اشتركوا في القناة وأجنبية بهالمهرجين. أهلا وسهلا فيك. بيعطيكم ألف عافية. اليوم المهرجين بدأ. بدأ من عبكرة. بدأ ببعض المدارس. سنرى بعض الصور. هلأ سنرى صورة من مدارس بزغرتها. مدرستين بزغرتها. رشعين ومجلية. أول أسبوع هالمهرجين. هالجمعة بيبلش بيعرض في الموثائق عن أرجي. بمئة مدرسة في لبنان. أكثر من مئة. وقدرنا نعمل هالشغل بمساعدة عشر ستات من أصدقائي. ويلي كل واحدة استلمت منطقة. وتعملت اتصالات بالمدارس. نعم نشوف نحن الصور. وهذه الصور هلأ كثير جديدة. برشعين ومجلية. حد صغرتها. مريال معوض هي اللي هتمت بمدارس صغرتها والمنطقة. لينا أرتاس شماعة هتمت بمدارس صيدة. يعني توزعنا. وقدرنا لأول مرة نوصل 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 تان تان والمهرجين على المدارس. لأنه هالشي اليوم مع الانترنت الولاد الشباب ما بقى يفتحوا كتاب يتفرجوا. ما بقى يعني لهم كتير الكتاب للأسف. رأينا ومن بعد خبرة سنة الماضية أنه الفيلم الوثائقي يمكن مفتاح لا يفتح باب السقافة للتلميز للشباب. ومن اطلاقا من الفيلم يمكن يقدروا يروحوا عبر الكتاب وعبر الانترنت يفتحوا ينبشوا أكتر ويعملوا رشاش ويتسقفوا أكتر. يعني حث للحشرية في الموثائقي. برووكاسيون. برووكاسيون لحتى ليكون فيه حشرية معينة. لأنه بفيلم صغير بمدة قصيرة فيه كمية معلومات كتيرة وبتصير الأسئلة تكتر. وبعدين بيخبرون يعني فيها أفنتور فيها حقيقة وفيها أشياء. يعني تجربة كثير عام نجرب وسن تجاي بدنا نطورها بعد أكتر بدنا نوصل على كل المدارس. وهالشي يعني كمان الأهل لازم يساعدونا لازم يحاولوا يجيبوا هالتلميذ وليدون على العرض الفلومي بالجامعات اللي هون مجانة. بالجامعات مجانة. من أسبوع عشرين لأربع وعشرين تشين التاني. 12 جامعة مع 15 كامبيوس بكل لبنان رح يشتركوا بهالمهرجين. المهرجين عنده فيه أفلام موثيقية عديدة. أفلام أجنبية وأفلام لبنانية؟ مضبوط. أفلام أجنبية وأفلام لبنانية. حوال 60 فيلم السنة بالمهرجين اللي هنعرض. وبينتهم فيه تكريم لمخرج لبناني هادي زكاك. رح ينعرض فلومي له 6 فلومي بـ 17 تشين تاني بالميتروبوليس ساعة 6. فيه أفلام لنيكولا خوري اللي هو كمان مخرج لبناني. فيلم عن صيدة عاصمة الشرق. فيلم أصير رح نعرضه كل يوم بخلال المهرجين عن الفويدو صيدة. فيلم كمان نيكولا خوري عن ميروي بالسودان. وفيلم لرامي أديح عن مغارة جعيتا. وهالفيلم مهم كتير رح نعرضه بكل مركز السقفية اللي مشتركين معنا بالمهرجين. هالفيلم بفرجة كيف بالكاميرا فيك عبر الكاميرا تعبري عن جميل عمل تراثي مثل زغيتا. نرى تريلر صغيره ونحكي عن الأفلام الأجنبية هالمرة. الأفلام الأجنبية فأزا رح نرى تريلر بعد شوي. الأفلام الأجنبية كيف اخترته على أي قاعدة خاصة أنه فيه رسالة بتوصل من الشين الوثائق. طبعا. طبعا. ورسالتنا السنة هي الحرية. حرية الإبداع. حرية الفن وحرية التعبير. وهالحرية بتبلش معنا بأول فيلم بالمهرجين عن لدي ليباتي. وهو تمثيل لهدته الدولة الفرنسية للدولة الأمريكانية بالأرض 19 عن تمثيل الحرية. الليل يلي بيعرف قد طول أخذت معه للفنين بارتول دي أربعين سنة لقدر يصمم وينفز ويقنع الدول بهالمشروع يلي اليوم هو أهم رمز للحرية بالعالم. هالفيلم رح ينعرض بمعظم الجامعات كمان ومعه كمان أفلام عن الحرية يلي بيوصلوا للفنينين بإيمان بالفن مثلا في فيلم عن هاو بخ دفيت دماؤ كيف هال بيانيست من الصين عزال ماؤ وقت الرévول كولتور عزال على الإكزيل وكيف تركت الصين و سيفرت عاميركا هجرت من أميركا عأوروبا وبهالسنين توفى ماؤ ورجعت هي كأين دي بيانيست اللي بدأوا مباخ بالعالم وأفلام عديدة كثيرة فوق سبتين فيلم عم تقيلنا موجود بهالم مهرجين يلي رح يكون لكن بالمدارس بالجمعات وبالمراكز السقفية كمان موزعين هالأفلام حسب المناطق وبعض الأفلام تعاد موجود البرنامج عبر الويبسايت والفيسبوك وكتير اليوم بدأ شجع الناس تروح تحضرون بالمراكز السقفية كل سبت بعض الظهر وبالجمعات من عشرين لأربع وعشرين تشرين التاني صلاة الميتروبوليس عم ببلش تصير تحت ضغط عم بيعبو كتير ما تتوفروا وروحوا كمان نحضروا بالجمعات وبالمراكز السقفية والدخول مجاني والدخول مجاني نحن رح يعني تكون ألف عافية على هالشغل اللي 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 عم تعملون نحن رح نختم مع تريلر بيعرفنا كمان على هالمهرجين اشتركوا في القناة شكرا